معكم محمد عماد مصري عنده 23 سنة حالياً موجود في المغرب كانت سارة في المغرب من الأول للآخر تعالوا نعرف قصة حبي للمغرب ومن الأول للآخر على واضح والسياحة هي اللي قربتني للمغربة لأن كنت طور جايد للمغربة كنت طور جايد لأكتر من 52 مغربي ومغربية كنت كانت سارة بيهم وفرجهم على بلدي قمنا عنده من النظر ويعيشوا عشت ابن البلد اللي هو عشتي فأنا كنت بتعامل مع المغربي إنه هو كإن المغرب جات لحد عندي مني موروكو لأن ساعتها كنت مش قادر أروح وكانوا بيتفعلوا مع مصر جداً كانوا بيعجبوا مصر كانوا بيتبستوا جداً بكل التفاصيل إنهما يقفوا على عربية الفول ووريهم الطبق وهم بيأكلوا بالخبز ديالنا الكشري كان طبعاً في اللي بيعجبوا في لأ يعني هما تقسموا عليه النصين حيث أكلها بيتجي للمغربة غريبة شوية اللي ما كانش بيعجبهم في مصر الشمس في مصر قريبة بالزاف ممكن توصل لـ 48 درجة الحرارة في الصيف فاللي كان بيجي في شهر 7 أو 8 كان بيقول لي جملة واحدة الشمس عندكو قريبة معي موضوع بدأ معي من حوالي أربع سنين شو كنت شفت بنت مغربية في مصر قابلتها وصاريتها في الأهرامات وده كششي كتاب تتكلم مغربي أنا مكنتش فاهم فأنا سألت نفسي ليه؟ ده شعب عربي وبيتكلموا لهجة من اللغة العربية أنا مش فاهمهم جاء المسلم ما كيفهموش الدرجة أنا بقوله السنة هم لباس كده يقول لي يكلمني عربي ما كيفهموش؟ أما هو المشكل إن اللهجة المغربية فيها السكون فيها ضم الكلمات فيها كلمات أمزغية كلمات فرنسية كلمات أسبانية فيها زربة تديت إن أنا أبحث عن المغرب وما دخلت فضلت أدور فضلت أدور عن التاريخ اكتشفت إن فيه هوية إسلامية فأنا أعجبت بدا فحبيت إن أنا أزور البلد دي واجه أشوف التاريخ دوه أنا مش مصدى إن أنا في القرى الإفريقية أقسم بالله لو ما كانش معاي البصبور ومختم لي عليه كده إن أنا في المغرب ما كنتش أصدى أنا لما جيت إلى المغرب أنا ما كنتش متخيل إنه هو واعر بالطريقة دي دايماً لما تفضلي تسمعي تسمعي إن البلد دي حلوة 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 السماعان مش داي إن إنت تشوفي وتعيشي مغرب بلد يعني بلد واعر بالزاف جميل منظم نظيف ناس والله عمارها دار يعني أتمنى طبعاً إن أنا أعيش هنا اللي أنا بحاول دابة كنديرو أنا بغي نفتح شركة سياحة هنا للسفر لمصر حيث أنا في مصر الناس كانت بتصق فيها جداً كنت مشهور في السوشيال ميديا إن أنا أي حد بغي يمشي في المصر يكلمني يقول أنا بغيك طور جيد ليا في جيد في مصر فأنا نفس إن أنا أدير شركة سياحة هنا أقدر إن أنا أتنقل ما بين مصر والمغرب زورت زورت في الزاف دي المدن كل مدينة في المغرب بيميزها حاجة يعني مثلاً أنا كذا بلانكا بحس إن هي أقرب للمنطقة اللي أنا طولدت فيها بس في نفس الوقت بميل للهدوء والراحة والطبيعة اللي في كل مكان في الرباط وبرضو بيعجبني الهدوء والبيوت اللي كلها مدونة أزرق اللي في شيف شاون وطنجا بحس إن أنا في أوروبا يعني إن بروح هناك بحس إن أنا في أوروبا بقى مبسوط بحس إن أنا بقيت في مغرب آخر كل المدن بيعجبوني ما أقدرش أقول إن في مدينة محددة هي اللي كان حمك عليها ففي أوجه تشبه بزاف كلا المصريين والمغربة شعب طيب وعلنيات وقوي بيتحك بيهزر وبزات مراكش شين بيحبوا الضحكوا باشوشين جدا بش مراكش يعني بيتحكوا بيهزروا بزاف جدا يعني أنا هنا مش حشس نهائيا إن أنا في غربة أنا حشس إن أنا وسط شعبي وأهلي وناسي